بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات لبكالوريا 2017 شعبة سير واقتصاد رقم واحد حيث قال إيولي أن المتتالية العددية المعرفة بإيولي سفر يساين ألفا حيث ألفا عدد حقيقي ومن أجل كل عدد طبيعي آن فإن ثلاثة في إيولي أن زائد واحد سعين اثنان في إيولي أن نقص واحد قال واحد روماني عين قيمة العدد الحقيقي آلفا بحيث تكون متتالية إيولي أن ثابتة إثناني روماني قال في كل ما يلي نفرض أن آلفا يساين نقص واحد معناه إيولي سفر يساين نقص واحد إلى آخر تمريد قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن إيولي آن أكبر تمام من نقص إثنان هنا نستعمل برهن بالتراجع ثانيا قال نعتبر المتتالية العددية في لأن المعرفة من أجل كل عدد طبيعي آن فإن في لأن يساين إيولي أن زايد إثنان قال ألف برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن ثلاثة في في لأن زايد واحد نقص إثنان في لأن يساوي صفر بقى الاستنتج أن في لأن متتالية هندسي يطلب تعيين حدها الأول وأساسها جيم قال اكتب عبارة في لأن بدللة آن ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي آن أن إيولي أن تساين إثنان على ثلاثة قوة آن نقص إثنان قال هل المتتالية إيولي آن متقاربة ثم عين نهايتها ثم قال ثالثا أحسب بدللة آن المجموع آس آن يساين إيولي صفر زائد إيولي واحد زائد إلى غاية إيولي آن هنا أكيد سوف نستنتجه من تقريبا دائما من هذه العلاقة يا أبنائي إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على أول سؤال قال عين قيمة العدد الحقيقي آلفا بحيث تكون المتتالية إيولي آن ثابتة إذن نكتب هنا تعيين قيمة من آلفا حتى تكون المتتالية إيولي آن كيف هي متتالية ثابتة ما معنى ثابتة معنى جميع حدودها متساوية إذن نقول حتى تكون إيولي آن متتالية ثابتة ماذا يجب أبنائي؟ يجب علينا أن نقول أن إيولي آن الزائد واحد يساوي لنا ماذا؟ إيولي آن ويساوينا إيولي سفر وإيولي سفر بطبعه ماذا يساوي؟ يساوينا آلفا يعني جميع الحدود نجعلها تساوي الحد الأول هذه كلمة متتالية ثابتة جميع حدودها إذن فما علينا إلا إتيان بهذه العبارة وهو سؤال يعني يحفظ بالدراجة الأولى لما نجد هذا السؤال ما علينا إلا هنا نعوذ بآلفا وهنا نعوذ بآلفا لماذا أبنائي؟ لأن قلنا أن إي لآن زائد واحد كم تساوي؟ تساوي لنا آلفا وإي لآن تساوي آلفا آلفا حيث هو قيمة الحد الأول إذن فماذا تصبح تصبح لنا ثلاثة آلفا تساوي لنا إثنان في هكذا آلفا ناقص واحد ننشر الآن ونحل هذه المعادلة ذات المجهول آلفا يصبح لنا ثلاثة آلفا يسوينا هذا في هذا يصبح لنا إثنان آلفا وهذا في هذا يصبح لنا ناقص إثنان ننقل هذا إلى هنا يصبح لنا ثلاثة آلفا ناقص إثنان آلفا يسوينا ناقص إثنان ثلاثة آلفا ناقص إثنان آلفا أكيد لي هي آلفا يسوينا ناقص إثنان هذه هي قيمة آلفا حتى تكون متتالية هذه إلى آن متتالية ثابتا إذن حتى نقول حتى تكون إليان متتالية ثابتة يجب أن تكون ألفا كم تساوي؟ تساوينا ناقص إثنان فقط إذن قلت وأعيد هذا سؤال يحفظ لما يقول عين قيمة ألفا حتى تكون ثابتة نأتي إلى إليان زائد واحد نضع ألفا وهنا نضع كذلك ألفا ونحل هذه المعدلة قيمة التي نجدها هي التي تجعل متتالية ثابتة حيث كل الحدود تصبح تساوينا الحد الأول حد الأول هذا قيمتها وكم وجدناها الآن هي ناقص إثنان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى الثاني قال في كل ما يلي نفرض الآن ألفا يساوينا ناقص واحد ما معنى هم معنى أن نعوذ هنا بنقص واحد معنى تصبح لنا هذه إلي سفرة كم تساوي أبنائي تساوينا ناقص واحد إلى نهاية التمريد قال برهن أنه من أجل كل عدد حقيقة عدد طبيعي آن فإن إلي آن أكبر من ناقص إثنان هنا أكيد نستعمل ما نسميه البرهن بالتراجع إذن نكتب هنا البرهن أنه إذا كان آن ينتمي إلى كل الأعداد طبيعي يمسحهم فإن ماذا فإن إلي آن أكبر تماما من ناقص إثنان إذن هنا نستعمل البرهن بالتراجع نقول للبرهن على ذلك نستعمل ماذا؟ نستعمل البرهن بالتراجع إذن كما تعلمون أبنائي أن البرهن بالتراجع فيه ثلاث مراحل مرحلة الأولى ألف مرحلة التحقق ركزوا ما معنى هذه المرحلة اللي هي قلت مرحلة التحقق وفيه مرحل تحفظ نقول من أجل ماذا؟ من أجل آن يأخذ أول قيمة وأصغرهم اللي هي سفرة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إلي سفرة كم يسايق؟ قلنا يساينا ناقص واحد ها هو هو من أعطى لنا هذه ناتي بهذه القيمة ونضعها في هذا الموضع هل تحقق أم لا؟ أن نصبح لنا ناقص واحد أكبر تماما من ناقص اثنان نعم لأنه قلت نأخذ هذه القيمة ونعوذها هنا نصبح لنا ناقص واحد أكبر من ناقص اثنان نقول ومنه ماذا؟ ومنه بي لسفرة كيف هي؟ محققة فقط أبنائي الآن با اللي هي مرحلة الفرضية لاحظوا معي المرحلة اللي هي قلناها مرحلة الفرضية نقول نفرض أن بي لأن كيف هي محققة أي ما معنى؟ معنى دائما يا أبنائي الشيء الذي يعطى لنا في البرهان بالتلاجو أن نبرهنه ما علينا إلا أن نفرضه أي إذا قلت نفرض أن بي لأن محققة من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتمي إلى أن يعني كل أعداد الحقية أي ماذا؟ أي أن إي لأن أكبر ثمن من ناقص اثنان أعيد حتى تفهموا البرهان بالتلاجع دائما الشيء الذي يعطى لكم أن تبرهنوه عليكم أن تفرضوه ثم نأتي المرحلة الثالثة المرحلة المرحلة الحسنية هي مرحلة جيم إذن جيم نقول و نبرهن صحة الآن صحة الخاصية بي لأن زائد واحد من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد أي أن نعلينا أن نبرهن أن إي لأن زائد واحد هذه الأكبر إذن إي لأن زائد وهذا أكبر تمام من ناقص اثنان لكن من أين ننطلق؟ ننطلق دائما للبرهان بالتلاجع ننطلق من الفراضية إذن ماذا نقول أبنائي نقول لدينا أنه ماذا؟ أنه إي لأن أكبر تمام من ناقص اثنان هذه من الفراضية قلت أعيد خاصة إلى شعبة تسير برهان بالتلاجع أمره تحفظ فقط الآن علينا أن نصل إلى ماذا؟ أولا ركزوا معي عندنا هذه العبارة علينا أن نستخرج عبارة الإي لأن زائد واحد ماذا تساوي؟ ما علينا إلا أن هذا بما أننا فيه فينتقله هنا يحذر من هذه الخواص أنه تصبح لنا إي لأن زائد واحد تساوينا إثنان على ثلاثة ضرب ماذا؟ ضرب إي لأن ناقص واحد علينا أن نصل إليها قلت نصل إلى هذه أنها أكبر من ناقص إثنان تعالوا ننطلق لأن قلنا علينا أن نبرهن إلى هذه الحالة نحن قلنا أن إي لأن أكبر من ناقص ناقص ما رأيكم أبناء لو ننقص من هنا نضيف ناقص واحد ونضيف ناقص واحد ثم نضرب في إثنان على ثلاثة نضرب من هنا هكذا كليا في إثنان على ثلاثة ومن هنا كليا في إثنان على ثلاثة هذه من هي؟ انظروا إنها إي لأن زائد واحد إذن هذه إي لأن زائد واحد أكبر من هذه ناقص ثلاثة لاحظوا تصبح لكم هكذا ناقص ثلاثة ضرب إثنان على ثلاثة يذهب هذا مع هذا إي لآن زائد واحد أكبر من ناقص اثنان ها هي التي قلت علينا أن نصل إليها علينا أن نصل إليها والآن هل توصلنا إلى البرهان أن نقول ومنه بي لآن زائد واحد محقق من أجل ماذا؟ من أجل آن زائد واحد وأخيرا نعود إلى الأصلة وأخيرا أن إي لآن أكبر تماما من ناقص اثنان هي التي طلبت منا وهذه سوف نستعين بها في بعض الأسئلة الخاصة لما ندرس تقارب المتتالية علينا أن نعود إلى أن إي لآن أكبر تماما من ناقص اثنان فقط أبنادي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الثاني قام نعتبر المتتالية العددية في لآن المعرفة من أجل كل عدد طبيعي فإن في لآن تساوي إي لآن زائد إثنان قال برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أن ثلاثة في لآن زائد واحد ناقص اثنان في لآن تساوي السفر إذا نكتب هنا البرهان أن ماذا؟ أن ثلاثة في لآن زائد واحد ناقص اثنان في لآن تساوي السفر ركزوا هنا أبناي أولا في لآن زائد واحد ماذا تصبح تساوي؟ في لآن زائد واحد تصبح تساوي نضيف هنا زائد واحد هنا نضيف زائد واحد وهنا زائد واحد سبح لنا ماذا؟ سبح لنا لهي إي لآن زائد واحد زائد إثنان وعندنا كذلك أنه إي لآن زائد واحد تساوي يعني من هنا هذا قرن إذا جاء يأتي إلى هنا سبحانا كم؟ لهي 2 على 3 نفتح قوس E لأن ناقص 1 تعالوا ننطلق أيذن علينا أن ننطلق رويدا رويدا سبحانا 3 V لأن زائد 1 ناقص 2 V لأن تساوينا 3 في الآن 3 في ماذا؟ في V لأن زائد 1 V لأن زائد 1 ها هي أمامكم إذن تصبح لنا هكذا E لأن زائد 1 زائد 2 ناقص 2 V لأن ها هي V لأن نعوذها هنا تصبح لنا كم؟ تصبح لنا E لأن زائد 2 نكمل تصبح تساوي 3 نفتحها كذا لكن هذه نعوذها بما يساويها اللي هو هذا اللي هو كم؟ اللي هو 2 2 على 3 في E لأن ناقص 1 زائد 2 ننشر هذا هكذا ناقص 2 E لأن ناقص 4 وعلي أن أصل إلى الصفر الآن ننشر هذا ضرب هذا تصبح لنا ثلاثة في إثنان على ثلاثة هكذا اسمعوا جيدا نرويدا نرويدا حتى لا تخطئوا في E لأن ناقص 1 ثم عندنا هذا يضرب في هذا زائد ماذا؟ زائد 6 ناقص إثنان E لأن ناقص 4 لم أفعل شيء أعيد حتى تفهموا هذا يا أبناء يقول أحدك لماذا لم تنشر هكذا؟ هذا في هذا وهذا لا يا أبنائي هذا كليا يعتبر حد واحد هذا كليا لهذا لا تتعجلوا أرجوكم الآن عندنا هذا يذهب مع هذا مباشرة سبح لنا إثنان E لأن ناقص 1 ولن نسأل أقواس زائد 6 ناقص إثنان E لأن هكذا ناقص 4 ننشر الآن هذا في هذا سبح لنا إثنان E لأن ناقص 2 يعني هذا كذلك زائد 6 ناقص 2 E لأن ناقص 4 فهذا ذهب مع هذا وهذا يعطي لنا ناقص 6 مع الست هذا وهذا وهذا كلهم ذهبوا وها قد وصلنا إلى الصفر نقول ومنه أن ثلاثة ذي لأن زائد 1 ناقص 2 ذي لأن يساوي الصفر وهو المطلوب الذي طلب منه لكن هذا السؤال لم يطرع بثا إنما سوف يخدمنا في السؤال الذي يأتي بعده فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال استنتج أن ذي لأن متتالي هندسي يطلب تعيين حدها الأول وأسسها إذن نكتب هنا استنتاج أن ذي لأن متتالي هندسي نقول ماذا أبنائي نقول بما أن ماذا نملك نملك هذه العلقة بما أن ثلاثة ذي لأن زائد 1 ناقص إثنان ذي لأن يساوي الصفر ما علينا أبنائي إلا أن ننقل هذا الجزء إلى الطرف الآخر نصبح لنا ثلاثة ذي لأن زائد 1 تساوي إثنان ذي لأن ومنه هذا إذا انتقل ينتقل إلى هنا ويحذف من هذا المكان تكون المتتالية هندسية تكون ذي لأن متتالية هندسية إذا كان عندنا ذي لأن زائد واحد يساوي ذي لأن في كي حيث الكي هو الأساس لاحظوا هنا جيدا ها هي ذي لأن تقابلها ذي لأن الكي ها هو الكي أساسها أتي بهذه الأفكار انظروا يا أبنائي ها هي قيمة ذلك انظروا بأمي عينكم ها هي أمامكم أنه ألف سألنا وقلت وقلت أنها سوف نكمل بها التمرين فطبعنا ذي لسفر يساوي لنا ناقص واحد زائد اثنان أي ذي لسفر يساوي لنا واحد إذن هذه المتتالية الهندسية عرفنا أساسها وهو اثنان على ثلاثة وحدها الأول كم إنه الواحد بعدها نأتي إلى السؤال قال أكتب عبارة فيليان بدلالة ان وهي عبارة العدل العام إذن نكتب هنا كتابة فيليان بدون أقواس بدلالة ان إذن نحن نعلم أن نقول فيليان هنا بين قوسين متتالية هندسية هذه المتتالية هندسية عندنا أساسها كي يساوي لنا اثنان على ثلاثة وحدها الأول فيلي سفر قلنا يساوي واحد فالمعلوم سياح حدها الأول عبارة حد العام عندها فيليان تساوي فيلي بي في قوة ناقص بي لكن هي من أين انطلقت من فيلي سفر إذن هنا نضع سفر وهنا سفر فتصبح لنا فيلي يساوي فيلي سفر في قوة ناقص تصبح لنا فيلي تساوي فيلي سفر ها هي قيمته نضحها هنا تصبح لنا إنها واحد في الأساس لهو إثنان هكذا على ثلاثة الكل قوة آن إذن بما أنه واحد الواحد لا يحدث شيء تصبح لنا فيلي آن تساوي إثنان على ثلاثة الكل قوة آن وهو الجواب فقط بعدها قال ثم استنتج ماذا؟ استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي آن فإن إليان سعين إثنان على ثلاثة الكل قوة نقص إثنان إذن نكتب هنا استنتاج أن عبارة الحد العام للإليان أن إليان سعين إثنان على ثلاثة الكل قوة نقص إثنان ماذا نملك نقول هكذا لدينا أنه ها هي العلاقة التي تربط ما بين إليان وفيليان ما رأيكم أبنائي لو ننقل هذا العدد ننقله إلى هذا الطرف تربح تربح فيليان ناقص إثنان ماذا تساوي تساوي إليان مجرد مساوات يعني نكتب الإليان من هنا تساوي من هنا أو تساوي من هنا لا يحدث شيء لكن أنه فيليان نحن نملك قيمتها هي أمامكم نأتي بها ونضعها هنا فماذا ينتج ينتج لنا هذا نصبح أنه إليان تساوي إثنان على ثلاثة الكل قوة ناقص إثنان وهو المطلوب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال هل متتالية إليان متقاربة إذن نكتب هنا معرفة إن كانت ماذا إليان متتالية كيف هي متقاربة نحن نعلم أبنائي أن المتتالية متقاربة هي كل متتالية محدودة من الأعلى أو من الأسفل تكون متزايدة أو متناقصة اسمعوا جيدا أولا أولا ركز أن لدينا أن إليان أكبر من ناقص إثنان أي أن إليان متتالية كيف هي محدودة من الأسفل يقول أحدكم لماذا لأن هذه تريد أن تنزل من يحدها يحدها ناقص إثنان بقي لنا الآن إذا وجدنا أنها متناقصة إذن كل متتالية محدودة من الأسفل ومتناقصة فهي متقاربة الآن بقي لنا أن نثبت تقاربها ركزوا جيدا أبنائي أرجوكم حتى تفهموا إذن الآن بقي اتجاه التغير علينا أن ندرس اتجاه التغير إذن ندرس اتجاه التغير أنه إليان زائد واحد ناقص إليان يساوي إليان زائد واحد نحن نملك أنه قلنا أن إليان زائد واحد إسمعوا جيدا تساوينا إثنان على ثلاثة في إليان ناقص واحد قد يعطينا هذا الأمر في التمعين إسمعوا أرجوكم حتى تفهموا لأن الكثير هنا يقول يا أستاذ نحسب نهاية لا ترك نهايتها في الأخير إذن تعالوا تصبح لنا ماذا تصبح لنا ثلاثة إثنان على ثلاثة في إليان ناقص واحد ناقص إليان تساوي إسمعوا أرجوكم ننشر الآن هذا في هذا تصبح لنا إثنان على ثلاثة إليان وهذا في هذا ناقص إثنان على ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة إليان هذه وحدت لها المقام حتى تفهموا الفكرة الآن نجعل هذا فاصلا هكذا تصبح تساوي ماذا اجمعوا الآن هذا مع هذا إثنان إليان ناقص ثلاثة إليان تصبح لنا ناقص إي لآن على ثلاثة ناقص إثنان على ثلاثة لم أفعل شيء حتى يقول أحدكم جمعت هذا مع هذا لأن المقام موحد بينهما ما رأيكم أبنائي لو تساوي لنا نستخرج ماذا اسمعوا أرجوكم حتى تفهموا الفكرة جيدة نستخرج ناقص واحد على ثلاثة عام مشترك استخرجوا ماذا يبقى لكم يبقى لنا إي لآن زائد إثنان أعيد النشر تؤمن بهذا الكلام ناقص واحد على ثلاثة في إي لآن ناقص إي لآن على ثلاثة وانشروا هذا فيها تصبحنا ناقص إثنان على ثلاثة إذن أولا ثم نقول لدينا من البرهان بالتلاجع ماذا لدينا أن إي لآن أكبر من ناقص إثنان ها هو ذلك الكلام ما رأيكم لو ننقل هذا إلى هنا فتصبحنا إي لآن زائد إثنان أكبر تماما من الصفر هذا ماذا يعني يعني أن هذا الجزء موجب تماما وهذا الجزء سالب تماما السالب في الموجب يا أبناء ماذا يعطينا أن هذه القيمة قيمة سالبة الآن أن نبرهن أن إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن قيمة سالبة نقول ومنه إي لآن إي لآن كيف هي متتالية متناقصة تماما إذن بما أن المتتالية محدودة من الأسفل بالعدد ناقص إثنان ومتناقصة تماما فإنها متقاربة هكذا تقول قائدة فإن إي لآن متتالية كيف هي متقاربة نحو نهاية اسمها آل كل متتالية محدودة من الأسفل ومتناقصة من فهي متقاربة هذه مبرهنة وكل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة أما غير ذلك فلنعلم الآن قال والسؤال الذي جاء بعده قال عين نهايتها الآن نهايتها يمكن أن نعينها يا أبنائي بالعلاقة التي أثبتناها ركزوا أرجوكم إذن نكتب هنا حساب ماذا نهاية إي لآن كيف ذلك نقول لدينا ماذا نملك نملك هذه العلاقة التي برهنها أن إي لأن يساوينا إثنان على ثلاثة الكل قوة النقص إثنان الآن نأتي الآن إلى لميت إي لآن لما أن يؤل إلى زائد ما لا نهاية تصبح تساوي لنا ماذا لميت إثنان على ثلاثة الكل هو نقص إثنان هكذا لما أن يؤل إلى الزائد ما لا نهاية لكن نحن نعلم أبنائي أن إثنان على ثلاثة محصور ما بين الواحد والنقص واحد فإن نهايته إثنان على ثلاثة الكل قوة لما أن يؤل إلى زائد من هذه البومبار هنا درسط أن تساوينا الصفر اسمعوا إذا كان الأساس هذه القيمة هذه هو صفر فاصل أو نقص صفر فاصل أما لمعرفة التقارب لا يمكن أن نتكاهن على شيء أن نحسب النهاية النهاية لأن التركة هي السؤال الأخير فمررنا بالمبرهنة التي تقول كل متتالية متناقصة ومحدودة من أسفل فهي متقاربة أما نهايتها فسهلت علينا أن قد قمنا باستخراج عبارة الحد العام لهذه المتتالية فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الأخير قال أحسب بدلالة آن المجموع اس أن يسعينا إلي سفر زايد إلي واحد إلى غاية إلي آن إذن هنا نكتب حساب اس أن بدلالة آن ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبناء تتعلموا نحن ماذا نملك نملك أنه لدينا أنه ها هي العلاقة التي تربط ما بين إلي آن وفيلي آن الفيلي آن متتالية هندسية لكن هذه إلي آن متتالية ترجع يعني لا نعرف أنها حسابية وليست هندسية إذا نقلنا هذا إلى هنا ماذا ينتج ينتج لنا أنه في لآن ناقص إثنان ماذا يساوي يساوي لنا إلي آن هذه مجموعها كيف يسمى ها هو مجموعة انظروا إنه إلي آن إذن مجموعة هو الأس آن إذن أس آن يساوي لنا هذا مجموعه نسميه آس فتح آن ناقص إثنان في اسمعوا حتى تفهموا أرجوكم إذا قلنا أن آس فتح آن هو مجموع الحدود المتتالية هندسية وهي من في لسفر زائد في لواحد زائد زائد إلى غاية في لآن هذه كلها طرق تحفظ فإن تصبح لنا هذا مجموعه آس آن وهذا فرضنا أنه آس آن فتح ناقص إثنان في لكن هنا هذه ناقص علينا أن نضربها في عدد الحدود عدد الحدود هو الدليل الكبير ناقص الدليل الصغير وتوضف نواحد دائما يعني آن ناقص سفر زائد واحد دائما تحسب عدد الحدود بهذه الطريقة لا جدل مهما كانت هسابية هندسية تراجعية فتصبح لنا آس آن يساوي الآن آس فتح آن ماذا يساوي آس فتح آن لهو مجموعة المتتالي الهندسية يساوينا الحد الأول في الأساس هو عدد الحدود عدد الحدود كم؟ ها هو عدد الحدود نفس الشيء اللي هو آن ناقص واحد ناقص واحد على الأساس ناقص واحد إنه قانون المتتالية الهندسية أرجوكم أحفظوا هذه القواعد الأبنائي تصبح لنا آس فتح آن يساوي الحد الأول هو واحد الأساس كم؟ هو 2 على 3 الكل عدد الحدود قلنا هو أن زائد 1 أعتذر أن زائد 1 ناقص 1 على 3 2 عفوا 2 على 3 ناقص ماذا ناقص 1 هذه القيمة نأتي بها ونعوذها هنا وانتهى الأمر مصبح لنا ماذا مصبح لنا 3 عفوا 2 على 3 الكل هو أن زائد 1 ناقص 1 على 3 عفوا 2 سبحان الله 2 على 3 ناقص 1 ناقص 2 في أن زائد 1 يعني هنا زائد 1 هذا هو المجموع حتى نفهم الفكرة أرجوكم سوف أعود سوف أعود عندنا V لأن يسوينا E لأن زائد 2 لكن هذه عبارة حد ليس مجموع إذا سمينا هذا قلنا مجموعه S وهذا سميناه S فتحة يبقى لنا هنا الآن الآثناني لا يمكن أن نقول زائد 2 فقط لا في إثناني في عدد الحدود لهو أن زائد 1 الآن بقي لنا هذا كيف نستخرجه نستخرجه S أن يسوينا S فتحة أن ناقص هذه ها هو أمامكم لكن S فتحة أن ها هو إنه مجموع الحدود متتلية الهندسية علينا أن نحسبه لما نحسبه قمنا بهذا النقل هذه القيمة إلى هنا قد تحصلنا على هذا الجواب وانتهى الأمر وكلها أمور تحفظ بالدرجة الأولى أكثر مما تفهم أبنائي وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لأننا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته